السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبر حضراتكم ايه? يا رب تكونوا كثير. ناس من اللي بيطبقوا الورشة بتاعة الكورونا ديت. الورشة اللي قدامنا. لما جم يشتغلوا في مرحلة وكده. او جم يتفرجوا على الفيديوهات الماتيريال قالوا طب يعني يا بشواندس ليه السوق اه الرندر بتاعك او في الورشة? طالع مختلف شوية عن الرندر بتاع بتاعك. او اللي هو الصور اللي احنا شوفناه على اللي هي بتاعنا اللي احنا بنطبق منها. تمام? بالرغم ان الاتنين يعني اه تقريبا ان انت اللي شغلهم او انا اللي شغلهم يعني مسلا. اه لو نفتكر في حضرة بتاعة الماتيريال اللي ما جينا نشتغل. انا كنت اوه ايه اه مسلا وقتها ان احنا ايه? كنت اخترت خامة. اه زي ديت مسلا جيت وقلت ايه? حاجة قريبة من شكل الشغل بتاعنا فطلعت بهذا الشكل غامق. فقابونا انا علي يعني اعتمدتها. نظرا لان كان الموضوع يعني ايه? اه عادي يعني مش عادي يعني هي الفكرة. المهم ان احنا نفهم الفكرة ازاي ان احنا نطبق الماتيريال على البلان بتاعنا. فدي كانت يمكن كانت اه سهوا مني او والطا مني ان احنا مسلا يعني ما دقاتش او محطتش نفس الماتيريال. فلو حضرتكم عايزين تحطوا نفس الماتيريال انا كنت مختارها من تمام? لها بتاعت الكرونا نفسها. ودخلت على تمام? واخترت الماتيريالية دي. طب تمام جدا? تمام جدا. ممتاز. طيب. اسمها ايه هنا? تمام? اسمها اه اه تمام? فاحنا هنا مسلا لما نخش نشوف الماتيريالية دي اهي? تمام? تمام? يعني شايف الاختلاف يعني دي اغمأ سنة. يعني الاتنين شبه بعضه تقريبا. الاتنين شبه بعضه تقريبا. بس طبعا اختلاف زاوية الحردة بتاعتها او كزا. ولكن او زاوية درجة اللفة بتاعة الخشب رصة الخشب. فا اه يعني الاتنين اغمأ من يعني دي او اللي احنا حطونا دلوقتي اغمأ من اللي هي الاسسية. او اللي انا ساعد انتهى في الرندر بتاعي اصلا. تمام? تمام جدا. فتعال نجرب ناخد دي كده. ونحطها هنا. تمام? طبعا زي ما احنا معارفين نقول له والله اسان رندر. تمام? بمنتهى البساطة. تمام? فين هنا بتاعنا? ايه هنيجي نقول له والله الديني هنا. فا دي يعني حاجة بمنتهى البساطة كنت حابة بس ان انا لو اقنوه عنها. تمام? كمان برضو يعني بس نخلص بس بتاع الجزئية دي. اغمى حضرتكم شايفين الدنيا فرقت طبعا معنا. عن الاولاني. عن اللون الاولاني بتاعنا اللون الاولاني كان غامق. كان الانعكاسه كان شديد. وما كان يعني كان لحد ما كان مغمق المشهد بتاعنا. تمام? فهو ده شكل بتاعنا اساسا. تمام? طبعا بقى بشوية بقى وبتاع وكده وان ان انت ممكن تزود او ممكن ان ان انت قضرتك عايز تعملها من اللي هنا. تمام? ان ان انت ممكن تزبطه. دي ترجع لك انت. تمام? تمام جدا. انا ممكن مثلا ان تقول له والله عايز مسلا تبقى دي شمس ثلاثة مسلا. عفوا ان تبقى سبعة خمسمائة مسلا. تمام? بهذا الشكل. تبقى تمانية. تقدر ان انت تصفر الدنيا او تعملها زي ما حضرتك عايز. تمام? تمام جدا. ده بالنسبة للماتريالات. طيب. وبالنسبة برضو ليه? السقف بتاعنا. تمام? حضرتك انت ممكن هنا. يعني انا انا كنت حاطت هنا جيت وقلت والله احط. اه اللي هو كنت مزود طبعا. وهنجي نقول له كنت مزود هنا بتاعتنا. فبالتالي الدنيا كان انت تبقى ايه? وكنت مقلل الكلام ده. فبالتالي الدنيا هتبقى ان هي فيها التشبيحة بتاعة الاس و دي. انا مش عايزة تبقى جامد. خلاص ماشي. يبقى ديت برضو على حسب السنس بتاع حضرتك. تمام? هنا بتقول جاي مسافر بتاعتك. تمام? عشان خاطر ما يبنش تشبيحة بتاعته في الشغل بتاعك. تمام? ويطلع ان هو شكله مش مش لطيف يعني. او ان هو مغمق الصورة بتاعتك. يعني اولا واخيرا كل ده مجرد حضرتك بتستخدمه عشان خاطر تزبط الاضاءة بتاعتك. او عفوا ان تزبط الماتيريال بتاعتك. تمام كده? ده بس كان فيديو كده صغير جدا كنت حابب ان انا يعني اوضح لكم السبب او يعني الفكرة اللي احنا نستخدم اي ماتيريال ما تعتلش. ما تعتلش يعني من الشرط ان انا استخدمت الماتيريال معينة. اه يبقى حضرتك انك تستخدمها ممكن حضرتك انت تستخدم اصلا ماتيريالات تانية والوان تانية غير المستخدمة ديت. تماما اصلا. تمام? على حسب بقى وجهة نظرك انت كفنان وكمهندس وتصميم وشغل من ده. وازاي ان انت تزبط الكلام بتاعك ده. تمام? وعجرون ان انا يعني عدت فترة طويلة بسبب ان انا ما نزلش الكلام ده او ما نزلش الفيديو ده. المفروض ان انا كنت نزله بدري بدري فعلا. ولكن نظرا لضغط الشر اللي ربنا يعيننا ويعينكم ان شاء الله جميعا. واشوفكم ان شاء الله في محاضرات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.